أعتقد أولا بالتأكيد يذهب إلى استراتيجية لإيقاف نزيف الفساد المالي البنوك الوهمية الشركات الوهمية العقود الوهمية الصفقات الوهمية مكاتب التصريف التي تشكل شبكات لتبييض الأموال وتهريبها خارج العراق شبكات إقليمية هذا كله يفترض أن تضع إلى الحكومة العراقية والسلطات المختصة حد فاصل النقطة الأخرى الذهاب إلى الأموال التي هربت وهي أموال مخسولة مثل منقول وهي أصلا غير شرعية وهربت إلى خارج العراق الآن موجودة باستثمارات موجودة في بنوك وأذكر الإشارة إلى أكثر من تريليون و320 مليار دولار وصل حجم هذه المبالغ المهربة كانت أو هناك عبث أو هدر لهذه الأموال وكما أشار رئيسي الجمهورية السابق برهم صالح أنه كان يتحدث عن تريليون الآن نتحدث عن تريليون و320 لكن هذه الاستعادة للأموال تطلب اللجوء إلى الشركات القانونية المكاتب القانونية المختصة وهي موجودة في بريطانيا للشارتر وغيرها ليفحص كل المستندات للبنوك للمصارف العراقية التحويلات البنك المركزي وبالتالي يتم الكشف عن الأموال الغير المشروعة التي تم تهريبها من خلال البنوك والمصارف والمكاتب والمافيات أيضا يرتبط بالفساد المالي اليوم موضوع شبكات ومافيات تهريب النفط عندما نتحدث عن 300 ألف برمين نفط يوميا يتهرب من البصرة وفي تقرير الحرة خطير إضافة لتهريب من مناطق أخرى تهريب الآثار تهريب المخدرات يعني كل هذا التهريب هذه الجريمة المنظمة هي عامل أساسي في غسيل الأموال بالنهاية لأن كل الأموال غير المشروعة يتم تهريبها عبر غسيل الأموال وتهريبها إلى عبر هذه الشبكات إلى الخارج إلى البنوك إلى استثمارات ممكن إلى أسلحة ممكن إلى منظمات إرهابية وغيرها من التفاصيل الاستعانة بمكاتب القانونية مسألة جدا مهمة أيضا اليوم الولايات المتحدة الأمريكية مثل ما لاحظنا قبل أيام بدأت تلعب دور عبر الفيدرالي الأمريكي بالتنسيق مع البنك المركزي للتحكم بمسألة حركة الدولار يعني أكشف هذه الحركة وتقييدها يعني كيف يعني كيف اللي حصل بالماضي مثلا 360 مليار دولار أنفقت لستة آلاف مشروع لا المشاريع موجودة ولا الدولارات المليارات موجودة كلها اختفت ولا هناك حساب ولا هناك حساب إذن العقود اللي وقعت وهمية أو غيرها من التفاصيل أعتقد المكاتب القانونية الولايات المتحدة الأمريكية البنوغ الموجودة في الدول الصديقة أيضا هناك خبرة لدى الاتحاد الأوروبي هناك قوانين تتعلق بموضوع مواجهة الفساد المالي وتبيض الأموال كذلك في الأمم المتحدة ترجمة نانسي قنقر